أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الأدوات القانونية والدستورية التي تم ترسيخها لضمان الرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام خلال السنوات الماضية ستتواصل بذات الحزم والشفافية لتعزيز التوظيف الأمثل للموارد المالية والإدارة لما فيه خير الوطن والمواطن بحسب توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ولدى استقبال سموه في قصر القضيبية اليوم السيد حسن بن خليفة الجلهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية السنوي 2014-2015 أشرد سموه بالعمل الدقيق والشامل الذي يقوم به ديوان بمسؤولية ومهنية سنويا لرصد المخالفات والتجاوزات والهدر في المال العام وأشر سموه إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر واللجنة تولي اهتماما كبيرا للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية وفي هذا الإطار سوف تقوم اللجنة التنسيقية بالتعامل بالشكل المطلوب الذي يدعم المسؤولية على عتق الجهات المطلعة بالرقابة والمسائلة لتكريس نهج الرقابة والتدقيق والتفاعل البناء والمستمر مما يسهم في استمرار تنامي مستويات الانتاجية والكفاءة في الأداء الحكومي والتأكيد على مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية وللدفع قدما بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يعزز المكتسبات التنموية في كافة النواحي وأشار سموه بتعاون جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب مع عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية مما يلبي الأهداف التي يصب إليها إنجاز التقرير ويسهم في تطوير آليات عمل الأجهزة الحكومية وتعزيز الأوجه المثلى للإنفاق من جانبه أعرب السيد حسن من خليفة الجلاهما عن الشكر والتقدير لما تحظى به تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من متابعة دائمة يجسد الحرص على دعم مهام الديوان واستقلالية أهدافه ويسهم في الارتقاء بمخرجات الأوجه الإدارية والمالية لعمل الأجهزة الحكومية ترجمة نانسي قنقر